من ساعة ما أزمة روسيا وأوكرانيا بدأت والبنك المركز المصري اتخذ عدة خطوات للحفاظ على سعر صرف الدولار كان من الخطوات دي أنه فرض قيود على الاستراد وكمان منع قبول الإداعات بالدولار على الحسابات إلا لو كانت الفلوس دي حصيل التصدير خلال الكم ساعة اللي فاتوا البنك المركزي رجع تاني ووافق على قبول الإداعات الدولارية الخاصة بالمستوردين طيب إيه اللي حصل؟ خليكم معانا بالفيديو ده هتعرفوا كل التفاصيل البنك المركزي المصري عاود التأكيد على البنوكي أنها ما تقبلش الإداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الأشخاص الطبعيين اللي هم الأفراد خاصة لو الإداعات دي ريحة لحسابات شركات مصرية قال كمان إنه عارف ممكن يحصل تحايل والتفاف على الحكاية دي البنك المركزي قال في بيانه إنه وصلت له معلومات بقبول بعض البنوك العاملة في السوق المصري إداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبعيين يعني أفراد الليدعات دي كانت لصالح حسابات لشركات مصرية ولكن طول ما العملية الإداعية مش واضحة بالكامل فإن البنك المركزي بيأكد على عدم قبول الليدعات دي وإنها تعتبر مخلفة للقانون في شهر بريل اللي فات البنك المركزي المصري كان أصدر تعليمات للبنوك بتمنع استخدام الإداعات النقدية أو التحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من أي بنك ويكون الهدف من استخدام التحويل ده هو تنفيذ عملياته الاسترادية أو قبول موارد النقد الأجنبي اللي مصدرها مش معروف أو اللي عميل جابها من شركات الصرافة وعاوز يستخدمها في العمليات الاسترادية في خبرة مصرفيين شايفين أن التوجيه الصادر من المركزي في الموضوع ده سببوا أن المركزي اكتشف استخدام بعض عملاء البنوك من المستوردين ناس تانية للتنازل عن الدولار في البنوك لصالحهم وده كان بهدف تمويل اعتمادات مستندية خاصة بالمستوردين وهنا البنك المركزي شايف أن النقطة دي تعتبر التفاف وتحايل على قرار البنك المركزي في شهر فبراير اللي فات البنك المركزي كان أصدر قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل لما العميل يحب ينفذ أي عملية استرادية ويكون التعامل فقط بالاعتمادات المستندية القرار ده وقت ما طلع المستوردين استقبلوه باعتراض كبير جدا سواء كان رجال أعمال أو صناع أو تجار وده اللي خلهم وقتها يرفعوا مذكرة لرئيس الوزرة بيطلبوا فيها بالتدخل لوقف القرار لكن القرار لسه مطبق لوقتنا الحالي مع استثناء بعض السلع الاستراتيجية من الاعتمادات المستندية بما فيهم مستلزمات الانتاج والمواد الخامة ولكن البنك المركز المصري أصدر مؤخرا تعليمات جديدة للبنوك بتتيح مرونة مؤقتة لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية من التعليمات دي بقى أنه سمح باستخدام أرصد الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية وده كمان النتيجة عن نشاط تنفيذ العملية الاسترادية بس ده بشرط أن الشركة تبيع الفلوس للبنك الأول وبعد كده البنك يبيعها لشركة المواردة بدون هامش البيع والشراء طبعا الهدف من قرار البنك المركزي الأخير هو السيطرة على سوق العملات الأجنبية في مصر خاصة في الوقت اللي الدولار بيشهد فيه ارتفاع بشكل كبير جدا ولكن تدرجيا وده خل البنك المركزي يفرض سيطرة أكبر على الأسواق لمنع ظهور سوق سودا مرة تانية ترجمة نانسي قنقر